الطلبة الأعزاء في المحاضرة السابقة بدأنا بالحديث عن موضوع تعريف القانون الدولي العام وتكلمنا عن العناصر التي تؤثر في التعريف فتؤدي إلى اختلافه بين جمهور فقهاء القانون الدولي العام ثم انتقلنا للحديث عن خصائص القانون الدولي العام فقلنا أنه قانون متعدد الفروع أو متشعب قانون مرن ومتطور قانون رضائي وأخيرا قانون يختلف في مصادره عن مصادر القانون الداخلي الآن يجب أن نتكلم عن موضوع جديد وهو التمييز بين قواعد القانون الدولي العام وغيره من القواعد الأخرى يعني بدأ نميز بين القاعدة لما تكون قاعدة قانون الدولي العام وبين القواعد الأخرى ففي هذا الموضوع يجب أن نتطرق إلى مسألة التفرق بين قاعدة القانون الدولي وقاعدة القانون الداخلي الفرق بينهما من ناحية ثانية سنتكلم عن الفرق بين قاعدة القانون الدولي والفرق بينها وبين قاعدة المجاملات الدولية وأخيرا سأتكلم عن الفرق بين قاعدة القانون الدولي العام وقواعد الأخلاق الدولية وربما أتطرق إلى موضوع الفرق بين قانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص إذا سمح الوقت إذا لم يسوح الوقت فطبعا أنا بعتبرها ليست بالنقطة ذات الأهمية الكبرى على اعتبار أنه لما ندرس في سنة رابعة مساق القانون الدولي الخاص أكيد الدكتور رح يبينه لكل فرق بين قواعدة القانون الدولي الخاص وبإش تختلف عن قواعدة القانون الدولي العام فبعن هذه الموضوعات موجودة بالكتاب بإمكانكم تراجعوها لكن لو أنت بدك تكتفي بالكلام اللي أنا حقوله فهو يغطي المنهج وزيادة بل أنا غالب الإختبارات أنتم تعلمون بأنها تعتمد على شرحي وكل ما أذكره في المحاضرة من أفكار بالإضافة إلى الأمثلة فهي في غاية الأهمية أولا الفرق بين قواعد القانون الدولي العام والقانون الداخلي شوف عزيز الطالب لا يوجد خلاف بين فقهاء القانون عموما على قانونية القواعد القانونية في القانون الداخلي يعني أي قاعدة موجودة في القانون الداخلي لا يكاد يختلف اثنان حتى على كونها من طبيعة قانونية بحق يعني كأنه بقولك هل القانون الداخلي قانون بحق بقولك نعم لماذا؟ قال لك لأن القاعدة القانونية في القانون الداخلي لها من ينشئها في شخص أوجدها حقيقة وهي السلطة التشريعية وهناك شخص يعطيها أهمية فينفذها ويحفظ احترام هذه القاعدة عند تطبيقها ويوجازي كل من يخالف هذه القاعدة وهي السلطة التنفيذية وهناك من يطبق هذه القاعدة ويعمل نصوصها ويقوم بالحكم في النزاعات والفصل في النزاعات من الأفراد بالاستناد إلى هذه القاعدة وهي السلطة القضائية إذن لا يوجد أحد يشك في كون القاعدة القانونية الداخلية قاعدة قانونية بالمعنى الحقيقي لأنه يوجد ثلاث سلطات سلطة توجد القاعدة السلطة التشريعية سلطة تنفذ القاعدة وتعاقب من يخالف أو تنفذ الجزاءات على من يخالف القاعدة وهي السلطة التنفيذية وسلطة تفصل في النزاعات ما بين الأفراد وتؤدي الحقوق إلى أهلها بناء على ما تقول به وتتفضل به القاعدة القانونية وهي السلطة القضائية إذن هذه بالنسبة للقاعدة الداخلية طيب ما علاقة هذا الأمر بالنسبة للقاعدة الدولية نعم البعض يجد فرق بين قاعدة القانون الدولي العام وقاعدة القانون الداخلي فهناك من يشككون حقيقة بكون القاعدة القانونية الدولية أصلا قاعدة قانونية يعني هناك من يشكك بأن القانون الدولي هو أصلا قانون عشان هيك بعض الفقه الغربي قرأت له بمقالات وأبحاث كان العنوان تبعها بقول هل القانون الدولي أصلا قانون بالمعنى الحقيقي وهدول الناس كانوا بشككوا بكون القاعدة القانونية الدولية ليست بقانون على خلاف القانون الداخل يعني لعدة أسباب فاكرين معي لأنه الكلام ما حكيتوش من زمان ليش أثبتنا للقاعدة الداخلية صفة القاعدة الدولية لأنه في ثلاث سلطات القاعدة الداخلية سلطة تنفيذية تشريعية قضائية فوجود هذه السلطات الثلاثة هو الذي أكد على وجود الصفة القانونية للقاعدة طب تعال نسقط هدول الثلاث سلطات ونشوف مدى توافرهم في المجتمع الدولي إذا توافروا طبيعي يحقول أنه القانون الدولي قانون والقاعدة القانونية الدولية قاعدة قانونية بحق وحقيق فتعال نشوف أولا السلطة التشريعية هل يوجد في المجتمع الدولي أصلا سلطة تشريعية تعمل على سن التشريع؟ طبعا لا لأنه أصلا مجتمع الدولي فيش في تشريع والتشريع مش مصدر من مصادر القانون الدولي وإنما يوجد معاهدات والمعاهدات بتحطاش سلطة تشريعية أعلى من الدول بل الدول نفسها باجتماع إراداتها توجد هذه المعاهدة لذلك يفتقر المجتمع الدولي للسلطة التشريعية إذن فقدت لدينا في المجتمع الدولي سلطة تشريعية صار أول فرق بينه وبين المجتمع الداخلي لأنه ما فيش سلطة تشريعية إذن هاي أول شيء يدفعنا أو يدفع البعض إلى التشكيك بكون القانون الدولي قانون السلطة الثانية السلطة التنفيذية قال لك السلطة التنفيذية أصلا مش موجودة في المجتمع الدولي فيش ش سلطة في المجتمع الدولي إذا خالفت إحدى الدول القواعد القانون الدولي بتجيب تعاقبها مافيش سلطة هيك في المجتمع الدولي حيجي بعض الناس يقول لك مجلس الأمن ما هو بخالف الدول يعني بيعاقب الدول اللي بتخالف حكام القانون الدول Sunny مجلس الأمن لا يعتبر سلطة تنفيذية بالمعنى الحقيقي لأنه هي ليست سلطة قانونية بقدر ما هي سلطة سياسية جهاز سياسي بتحركه البوليتيكس أو السياسات الدولية فعشان هيك بنعتبرش أنه فيه سلطة تنفيذية في المجتمع الدولي تعاقب الدول في حال بخالفتها للقاعدة القانونية الدولية إذن ثاني فرق إنه ما فيش برضو سلطة تنفيذية إذن لا سلطة تشرعية ولا تنفيذية هاجي يقول لي طيب والسلطة القضائية هل فيه في المجتمع الدولي محكمة يعني زي في المجتمع الداخلي فيه محاكم بتطبق أو بتفصل في النزاعات وفق أحكام القاعدة القانونية هنيجي نقول إنه لا يوجد محكمة بالمعنى الحقيقي يعني على الصعيد الدولي تلتجئ الدول إليها لتفصل في النزاعات بينها هيجي واحد يقول لي له يا أستاذ أنت تحكي كلام خاطئ لوجود محكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول لكن نرد على ذلك بأن محكمة العدل الدولية يا محكمة ذات اختصاص اختياري وليست الزامية إحنا عنا لو اتنين تجاتل على قطعة أرض ويفضوا النزاع ملزمين يروحوا للمحكمة لكن عنا في القضاء الدولي القضاء تبع محكمة العدل الدولي قضاء اختياري إذا اتفقت الدولتان أن يلجأ إلى المحكمة بيلجأوا للمحكمة لكن إذا لم يتفقوا على ذلك بروحوش لمحكمة العدل إذن ما في الشيء بلزمهم على التقاضي أمام محكمة العدل لشانيك فقدت السلطة القضائية بالمعنى الحقيقي في المجتمع الدولي فنظرا لافتقاد السلطات الثلاثة في المجتمع الدولي فإن البعض يشكك بأن القانون الدولي قانون بالمعنى الحقيقي للكلمة على عكس مين؟ على عكس القانون الداخلي تعالوا نرد على هذا الكلام بالنسبة لموضوع السلطة التشريعية منيجي من قلهم ليس ضروريا أن توجد السلطة التشريعية حتى توجد قواعد القانون واحد يقول لي يعني طب إذا فيش سلطة التشريعية كيف تنخلق القاعدة القانونية آه في المجتمع الداخلي سلطة التشريعية أساسية لوجود القاعدة وفي المجتمع الدولي طيب ما فيه سلطة التشريعية كيف تنوجد القاعدة القانونية؟ يجي من قلهم لأنه يمكن أن تنشأ عرفية والعرف لا يحتاج لوجود سلطة تشريعية لا علاقة له بسلطة تشريعية حتى المجتمع الداخلي فيه عرف بينشاء من تعامل أفراد مع بعض البعض إذن لا يوجد يعني ليس ضروريا حتى يوجد القانون يكون عنده سلطة تشريعية لأنه يمكن أن يكون القانون بصورته العرفية إذن هذا أول رد منيجي من قلهم إذا حجتكوا السلطة التشريعية وأن السلطة التشريعية مفقودة فبالتالي يفقد القانون الدولي منيجي من قلهم لا القانون الدولي يمكن أن يوجد بدون سلطة تشريعية كيف؟ من خلال فكرة العرف الدولي كلام جميل طيب وبالنسبة للسلطة التنفيذية السلطة التنفيذية من قالكم أنه أصلا هي شرط لوجود القانون السلطة التنفيذية لا تعمل على إيجاد القانون الدولي وإنما تعمل على احترام وجود القانون الدولي في حال وجوده واحترام تطبيقه وتنفيذه إذن ليس شرطا من شروط وجود القاعدة القانونية وجود السلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية تنفذ القانون ولا تقوم بخلق القانون فعشان هيك إن وجدت السلطة التنفيذية ولا من وجدتش القانون الدولي موجود ونفس الأمر ينطبق على السلطة القضائية فالسلطة القضائية وظيفتها أن تطبق القانون لا أن تخلق القانون فبالتالي إذا بهذه الردود بنأكد على أن القانون الدولي العام هو في حقيقته قانون تتوفر في كل خصائص القاعدة القانونية ويختلف ببعض الصفات عن القانون الداخلي إذن بكل الموضوع اللي بتعلق بالتمييز بين قاعدة القانون الدولي وقاعدة القانون الداخلي اللي هو أول نقطة في درسنا لليوم بدك تكون عارف أنه فيه تساؤل مهم ممكن يجيك حول ما هي القانون الدولي هل القانون الدولي قانون بدك تتكلم عن وجهتين نظر وجهة النظر الأولى تشكك بكون هذا القانون قانون لفقدانه السلطات الثلاثة ووجهة نظر أخرى تؤكد على كون القانون الدولي قانون بالمعنى الحقيقي من خلال الردود اللي أنا تكلمت عنها فهذا بالنسبة للقول أو للتمييز الأول تمييز بين القانون الداخلي والقانون الدولي النقطة الثانية تمييز بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد المجاملات بديش أتكلم عن قواعد القانون الدولي العام أنا بتتكلم عن قواعد المجاملات ومن خلالها بدي أعرف الفرق بينها وبين قواعد القانون الدولي العام ما هي قواعد المجاملات؟ شو بقصد بقواعد المجاملات الدولية؟ قواعد المجاملات الدولية هي القواعد التي تتبعها الدول في العلاقات ما بين بعضها البعض على سبيل إظهار الود والمجاملة من اسمها قواعد مجاملات يعني الدول بتتبعها من أجل إظهار ملامح الود والمجاملة والحفاوة في علاقاتها مع بعضها البعض هذا بالنسبة للقواعد المجاملات زي إيش عشان بالمثال يتضح المقال منقول لما بيجي رئيس دولة على دولة أخرى فتقوم الدولة المستقبلة لهذا الرئيس تفرش للبساط الأحمر وبترسلها ضباط وتطلق 13 طلقة أو 12 طلقة بحسب العدد اللي هو متعارف عليه فهذه تعتبر بمثابة قواعد مجاملات الحفاوة في استقبال الرؤساء والمبعوثين الدبلوماسيين تعتبر قاعدة مجاملات دولية نفس الشغلة لما رئيس الدولة اللي استقبلت بروح على الدولة اللي كان الرئيس تبعها زاير هذه الدولة يعني العكس يعني بدل من رئيس الفلسطيني زار الروسيين مثلا دولة روسيا فاستقبلوا استقبال جيد برضو الرئيس بوتن لما بدي زور فلسطين المفترض نستقبله بنفس الأسلوب بقواعد المجاملة ذاتها مظاهر حفاوة ونظهرها في استقبال هذا الرئيس هذه تعتبر قواعد مجاملات دولية لاحظ تظهر من خلالها الدولة ودها ومجاملتها للدولة الأخرى واللي بدنا نقوله أنه اللي بتفرق فيه قاعدة المجاملات اللي أنا بتكلم عنها القاعدة القانون الدولي أنه قواعد القانون الدولي العام ملزمة الدولة لما بدأت اتبعها بدأت اتبعها غصبنا عنها في حين قواعد المجاملات الدولية من خصائصها أنها قواعد غير ملزمة إذن التعريف عشان يكون مكتمل منقول أنه هي عبارة عن تلك القواعد التي تتبعها الدول مع بعضها البعض أو في علاقاتها مع بعضها البعض على سبيل إظهار الود والمجاملة منكمل ونقول وتكون غير ملزمة لمين غير ملزمة للدول في اتباعها هي أحرار لا تتبعها تتبعها بدهاش تتبعها فيش مشاكل عشان يكما نقول القاعدة القانونية ملزمة في حين قاعدة مجاملات غير ملزمة هذا الفرق الأول الفرق الثاني إذا خولفت القاعدة القانونية تبعت القانون الدولة العام يكون هناك جزاء في المجتمع الدولي لكن إذا تم مخالفة قاعدة المجاملات بمعنه مش ملزمة دولة ما استقبلتش رئيسه ما ظهرتش مظاهر الحفاوة في استقبل الرئيس استقبلت استقبل عادي من الطيارة للسيارة وما إلى ذلك فمنقول أنه لا يوجد جزاء من الناحية القانونية لا يوجد جزاء قانوني وحط تحت كلمة قانوني مليون خط إذن هذا الفرق الثاني الفرق الثاني القاعدة القانونية إذا خولفت يوجد جزاء القاعدة المجاملات لو خولفت لا يوجد جزاء لا يوجد جزاء قانوني في كل الأحوال هناك يوجد جزاء قانوني هان لا يوجد جزاء قانوني لكن يوجد في حال مخالفة قواعد المجاملات جزاء بس مش قانوني منسميه جزاء واقعي وهو ما يسمى بجزاء بنغوسين المعاملة بالمثل او احنا نسمي ريسو براستي كيف يعني ريسو براستي او معاملة بالمثل المعاملة بالمثل معناتها انه اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس زار دولة روسيا فلم تقم دولة روسيا باستقباله بمظاهر حفا ومعينة لم تقم بفرش البساط الأحمر لم يتم انشاد النشيد الوطني لم يتم اطلاق النار اللي هي عدد الطلاقات اللي بتم اطلاقها في استقبال الرؤساء طبعا ما فيش جزاء على روسيا من الناحية القانونية لكن في جزاء المعاملة بالمثل ايش معناته الزبط زي منتو متوقعين في مخكو انه انا الرئيس الروسي عندما يزور فلسطين بعد زيارة بعد فلسطين الو بدورو على فلسطين الرئيس الفلسطيني لم يقوم لن يقوم باستخدام مظاهر الحفاوة ايضا في استقباله ليش؟ معاملة بالمثل والمعاملة بالمثل هي جزاء واقعي معناه ان تقابل الدولة الشر بالشر والخير بالخير انا شفت بعض الفقه بقول انه يعني ان تقابل اللايك باللايك والديسلايك بالديسلايك هيك يعني اعجاب باعجاب وعدم الاعجاب بعدم الاعجاب بنفس الطريقة بتعامله اذا هذا هو الجزاء الوحيد اللي بترتبع مخالفة القواعد المجاملات الدولية ان تقابل الاساءة بالاساءة والحسنة بالحسنة نفس ما تعاملني باعاملك بتطبق قعدة مجاملات في حقي بتطبق قعدة مجاملات في حقك بتخالفها في حقك بتخالفها في حقك فيش جزاء قانوني لكن هذا جزاء احنا منسميه جزاء واقعي اسمه جزاء المعاملة من المثل السؤال عشان ننهي نسأل تساؤل مهم هل يمكن أن تتحول قاعدة المجاملات غير الملزمة إلى قاعدة قانون دولي عام ملزمة؟ وهل يمكن أن يحصل العكس؟ بمعنى هل يمكن أن تتحول قاعدة قانون دولي عام ملزمة كانت تتحول إلى مجرد قواعد مجاملات غير ملزمة؟ هذا تساؤل مهم أعطيكم مثال على كل حالة من الحالات الحالة الأولى تساؤل كان هل ممكن تتحول قاعدة المجاملات المش ملزمة لقاعدة قانون دولي عام ملزمة؟ طبعا ذلك يمكن أن يحصل ويمكن أن يحصل ذلك في حال نشأت معاهدة أو عرف دولي يتبنى قاعدة المجاملات يعني عشان قاعدة المجاملات تتحول لقاعدة قانون دولي عام لازم تكون قاعدة المجاملات هذه قد تم تضمينها في اتفاقية دولية لأنه اتفاقية مصدر من مصدر القانون الدولي الملزمة يبدو ينشأ عرف بخصوصها يتبنى هذه القاعدة فعنده إذن بما أنه في عندي قاعدة مكتوبة له اتفاق أو عرف إذن أصبحت قاعدة قانون دولي عام تتحول لقاعدة قانون دولي عام بتصير ملزمة وليست مجرد قواعد مجاملات زي إيش مثلا زمان كانوا بقولوا الحصانة الدبلوماسية حصانة الرؤساء زمان كانت حصانة الرؤساء عبارة عن مجرد قواعد مجاملات بمعنى أنه إذا بدأ أعطيها للرئيس هاد أثناء زيارته إليه بعطيله إياها الحصانة أمام قضاء الأجنبي يعني زي مثلا ما أمنح الرئيس الفلسطيني حصانة أمام القضاء الروسي حتى مهما عمل أي شيء وممكن ما أمنحوش إياها يعني أمر اختياري بالنسبة لي فإذا أنا منحت الرئيس الفلسطيني حصانات المفترض الرئيس الروسي يمنح حصانات لما بزور فلسطين من أنه يخضع للقضاء الفلسطيني فكانت الحصانات في ذلك الوقت مجرد إيه مجرد قواعد مجاملات مش ملزمة ثم ناشأت بعد ذلك أعراف دولية تتكلم عن الحصانة فطالما أنه صار موضوع الحصانة متضمن بعرف دولي إذن أصبحت الحصانة مش بقواعد مجاملات وإن قواعد قانون دولي عم ملزمة مش بس هيك حتى بعد ذلك نشأت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وهذه الاتفاقية برضو حولت لي الحصانات بما أنه بحكي عن اتفاقية حولت لي الحصانات من قواعد مجاملات إلى قواعد قانون دولي عم ملزمة أخوة تطلب الآن الحالة العكسية هل يمكن أن تتحول قواعد القانون الدولي العم الملزمة إلى قواعد مجاملات؟ نعم يمكن ذلك وقت إذا كان في عندي قاعدة قانونية دولية متضمنة في اتفاقية ثم زالت الاتفاقية انتهت أو إذا كان هناك عرف يتضمن قاعدة دولية معينة ثم زال هذا العرف وتلاشى ونوسى فإيش بيصير بالقاعدة؟ بما أنه زالت الاتفاقية وزال العرف تتحول إلى مجرد قاعدة مجاملات غير ملزمة إذن حالة عكسية إذا بدأ حول المجاملات لقاعدة قانون دولي عم لازم تنشأ اتفاقية أو عرف طيب وإذا بدأ رجعها لقاعدة مجاملات بدأ رجعها لطبيعتها يجب أن تزول الاتفاقية أو يزول العرف إيش في أمثلة على قواعد قانونية كانت دولية ملزمة ثم تحولت إلى مجرد قواعد مجاملات؟ أنا أقول لك زمان كان من أهم القواعد القانونية العرفية أن السفن الحربية لما تمر من جنب بعضها البعض في أعالي البحار يعني سفيرة فرنسية مع سفينة أمريكية مروا بجانب بعضهم البعض في أعالي البحار كان يجب على كل سفينة أن ترفع عالمها وتحيي أو تتبادل التحية مع السفينة الأجنبية الحربية الأخرى إذن تبادل التحية بين السفن في أعالي البحار نحن نسميه هذا السلوتينج هدول لازم يتبادلوا التحية شيء إجبالي وإذا ما عملوش هيك بيكون فيه جزاء قانوني بدي يقاع عليهم ممكن دولة تلاحق الدولة الأخرى بالتعويض قاعدة قانونية دولية ليش؟ لأن العرف بقول هيك ثم زال هذا العرف الذي يتحدث عن قاعد التبادل التحية بين سفن في أعالي البحار فأصبحت هذه مسألة إيش؟ بما أن العرف زال أصبحت مجرد قواعد مجاملات غير ملزمة للدول فهل قيت إذا شفنا سفنتين مارقين في أعالي البحار حربيات فإذا أطلقوا التحية لبعضهم البعض يعتبر ذلك الأمر جميل وإذا لم يقوم بذلك لا جزاء عليهم ليه؟ لأن مجرد قواعد مجاملات لا تكون ملزمة لأي من الطرفين إذن هذه هي الفرقات إخوان الجوهرية بين قواعد القانون الدولي العام والقانون الداخلي وبهيك بنكون نتكلمنا عن الفرق ما بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد المجاملات الدولية وأهم شيء في موضوع قواعد المجاملات تعرف تعريف القواعد المجاملات تعرف أن الفرق بين قاعدة المجاملات وقاعدة القانون الدولي أنه هي مش ملزمة وأنه لا يوجد جزاء قانوني عليها وإنما الجزاء المفروض هو مجرد جزاء واقعي يسمى به المعاملة بالمثل وتعرف للمعاملة بالمثل بأنها مبادلة الخير بالخير والشر بالشر أو أي تعريف آخر يحمل هذا المعنى من رأسك وطبعا أنه يمكن أن يحصل تحويل لقاعدة المجاملات إلى قاعدة قانون دولي بنشوء معاهدة أو اتفاقية ويمكن أن يحصل العكس بأن تتحول قواعد القانون الدولي العام إلى قواعد مجاملات بزوال هذه الاتفاقية أو زوال هذا العرف أشكركم على حسن استماعكم ونلقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله للحديث عن الفرق بين قواعد القانون الدولي العام وأحسن وأحسن